كرما 114 من جرح القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من أبناء محافظتي مارب والجوف وخلال حفل التكريم أكدت الكلمات التي ألقيت أن التضحيات العظيمة التي قدمها جرح القوات الحكومية والمقاومة في المعركة الوطنية التي يخوضها اليمنيون ضد الميليشيا المدعومة من إيران هي محل تقدير واحترام وإعزاز لكل أبناء اليمن ودعت أحرار اليمن إلى النفير العام ورفض الجبهات بالرجال والأموال والعتاد في المعركة الوطنية المصيرية حتى يتم تحرير اليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها أشكر مؤسسة رد الجميل لرعاية أسر الشهداء والجرحاء على ما يقوم به من ساعدات وتكريم وساعدات كثيرة للأسر ونسأل الله العلي قدير أن ينصرنا وينصر جميع أخواننا المجاهدين في الجبهات نحن الجرحاء وقفنا لأجل أو قعدنا لأجل يقف الوطن بكل شموخ إعاقتنا هذه ليست إعاقة لأنها لأجل دين وطن وأرض وعرض الإعاقة هي إعاقة الشخص الذي لا يعرف معنى العرض والأرض والدين ترجمة نانسي قنقر